خلال السنين الأخيرة ومع تطور التكنولوجي الكبير اللي بيشهده العالم كله أصبحت مسألة التعلم الذاتي واحدة من أهم أدوات التعليم والفهن بشكل عام يعني الموضوع ما بقاش مقتصر بس على فكرة أن المدرس هو اللي بيشرح الدرس بكل تفاصيل وهو بقى اللي بيعمل كل حاجة لكن كمان بقى يعتمد على قدرة الطالب على أنه يبحث عن المادة أو عن معلومات جديدة يفهم المادة من زوايا مختلفة وقراءات متعددة ويمكن ده اللي بيهدف إليه حتى نظام التعليم الجديد علشان كده في الفكرة دي هنعرف إيه هي أهمية التعلم الذاتي وإزاي ممكن نعمله أصلا وليه من المهم أن الأباء يشجعوا أولادهم على حاجة زي دي بدل ما يبعدوهم عنها وده اللي هنعرفه من خلال دفتنا اللي من ورانا النهاردة في ستوديو تابور الصباح دكتورة هبعة وضالة أستاذ التعلم الذاتي أهلا بحضرتك من ورانا أهلا بيكم من ورانا دكتور ده نورك والله يعني في البداية كده عندي سؤال يعني يبدو سازج ولكن هو مهم من وجهة نظري على أقل هو فيه فرق بين كلمة التعليم الذاتي والتعلم الذاتي تفرق خليني أول حاجة أتفق معاك أنه ما فيش حاجة اسمها التعليم الذاتي هو فيه فرق بين التعلم والتعليم بين المصطلحين دول التعلم خليني نبدأ بالتعليم التعليم هو اللي كلنا مرنا به اللي هي عملية مقصودة لها عناصر للعملية التعليمية بتبدأ مع الطالب لما بيشارك في مؤسسة تعليمية اللي هي المدرسة بيبقى لها أصص في أهداف في حاجات أنا ماشي بجريد معين بدخل جريد 1 جريد 2 وهكذا وبتدرك فيه فده تعريف التعليم ولذلك هي بتبقى عشان عملية مقصودة ولها أهداف ففي دايما مشرفين على العملية دي وما نقدرش أقول عليها ذاتي لا هي لها دايما مؤشرات إحنا ماشيين فيها لكن التعلم هي عملية بتحدث بشكل غير مقصود بيتحدث للطفل من هو صغير من أول ما بيبدأ يتعلم الحاجات البسيطة حتى الأكل الكلام بيبدأ يلقط من ممتو الأشياء اللي هي بتعملها وبيتكبر معاية لحد من آخر حاجة فينا خلص إحنا بنفضل نتعلم فهو ده فكرة فيه للتعلم ما نقدرش بنقول إن فيه تعليم ذاتي هو التعلم لما بيكون حتى تعلم ذاتي بنسميه تعلم موجه ذاتيا إذن فالتعلم إزاي نقدر إننا نقول علي إنه مهارة مكتسبة مثلا ويقدر بقى الطفل عبر مراحل معينة لحد بقى ما بيوصل يعني فئات عمرية مختلفة بيبدأ إنه ينمي المهارة دي ويكتسبها كمان من الأشخاص اللي حواليه خصوصا من الأب والأم طيب خلينا أولك على حاجة هو التعلم مش مهارة هو التعلم عملية موجودة فينا أصلا في إحنا في صفاتنا بالفترة بالضبط بالفترة إحنا بنتخلق يعني معانا صفة التعلم زي مثلا النضج زي إننا جسمي بيجبر ده شيء أصلا موجود في المنتاليتي بتاعة البني آدم نفسه إنه هو بيتعلم كل ما بيمر عليه خبرة معينة كل ما بيمر عليه موقف معين بيتعلم فكرة بقى التعلم الذاتي نفسه اللي هو المصطلح ده نفسه هو ممكن يكون اللي حديث على أزنة لكن هو متواجد طبعا وإحنا نفسنا هتلاقي فيه حاجات كتير لو رجعنا الأشياء اللي تعلمناها على مدار الحياة هتلاقي حاجات كتير حصلت في شكل تعلم ذاتي بدون أي حد يعمل لنا أي مثلا توجيه فيها أو كيف أبرس النماذج اللي بتوضح لنا فكرة التعلم الذاتي يعني لو تدينا نموذج أو اتنين مشهورين يكونوا إيه مثلا طيب خلينا أقولك على حاجة هو أساسا التعلم الذاتي ده أو التعلم بيحدث إزاي بيبقى فيه داخل الإنسان دوافع بتقول أنا مثلا عايز تعلم لغة إنجليزية تمام؟ فبضطر أبدأ أعمل إيه؟ فيه محفزات حوالي زي مثلا قد يكون إعلان موجود على سوشيال ميديا فببدأ أعمل كليك بروح أتعلم لغة إنجليزية من غير ما يكون فيه أي أنا حد أعملي توجيه لده فمع الوقت هتلاقي النماذج دي منتشر حوالينا بشكل كلي سواء أنا مثلا عملتها في مدار شغلي يعني أنا لو رجعت نفسي كده كلنا يعني هلقين مثلا علشان أشتغل شغلنا معينة فروحت مثلا على أحد المنصات اللي موجودة دلوقتي اللي بتقدم نماذج للتعلم الذاتي فيه عندنا كتير قوي عندهم كورسات قدر أدخل أخذ الكورس أتعلم كمان حتى الأطفال الصغيرين اللي هم لسه بيمسكوا نلاحظ دلوقتي حتى الطفل بقى متعلق أو بمثلا تابلت أو حاجة زي كده يقدر برضو يتعلم ذاتيا من خلال الفيديوهات والكلام ده أبسط نماذج التعلم الذاتي بتظهر لما بنمسك كتاب ونتعلق به وبنتعلم منه معلومة جديدة طيب مثلا لما بروح أحضر مؤتمر أو بروح أنا حتى مثلا بحب الرسم أنا كطفل شوف لازم دايما ببقى مرتبط التعلم الذاتي بحاجة إيه داخليا أنا عندي دافع أو حب لها فبروح أتعلم بس فدي ممكن من النماذج اللي قدر أقول إنها ده قدر أقول عليها تعلم ذاتي